اشتركوا في القناة اشتقت ان يقولوا بالمجلس تعرف يعني لما كان يطلع والد عيده كنت قل له يا والد عيده قل له طول بالك خفف لي هايكي شوية تحت حكي من هاود ومن هاود لأنه ما تبلش الجلسة ويرجع يقول علي بزي وقل له يا علي خفف ليها ومعطك شيء بالكلام كمان بتقل له لعلي بزي لا دولة رئيس ما كنت قل له بلا بقل له لعلي بزي بحركة أمل وإذا علي بزي يعني هو بكدة التحرير والمقاومة بقل له شو بلا بقل له اني هاولي سيد المجلس واني بتكلم مش كرئيس حركة أمل عم بتكلم كرئيس مجلس النواب تفضل شو عندهم عصيرة المجلس هل بتحن أوقات للمجلس لولة الرئيس ولا لك للحقيقة يعني اني عدي حديد اميعرفش لابين ليلي بيخطفني من بل الصهرانين وبيصيري بشيدي وعلى المجلس يوديدي وعلى عدد تيدي رجعتي وإدي أعرف لابين أميعرفش هذي على فكرة لابيني ذي الغدية لست فيروز دولة الرئيس يا الله يطول بعمر هذي هذي سفرتنا إلى النجوم نعم دوما تريديني خلينا نفوت دغري بصلب الموضوع الأخلي المواطنين عم بيتابعوا دايما هاللقاءات اللي صارت بينك وبين الشيخ سعد يعني بيشغف وعن بيراقبوا الوضع عن كثب بس بيحبوا يعرفوا إنه شو معقول يكون عم بيصير بهاللقاءات يعني هالاجتماعات المدتالية والله لك بداية يعني أنا بدي وجه تحية للشيخ سعد اللي قدي كل عمري بيعتبره الحبيب ابني الحبيب هذي بداية عنوان خلينا نطلق بده حتى نشوف له ما توصل آخر مواصيل ده بس هذا العدوان أول ليلة لما شرف لعدي الشيخ سعد قضي ديها عشا بعشا أكل يا ويلي شو أكلنا أكل عندنا سيحترون نصب الأكل طب دولة الرئيس شو كان العشا مثلا حطنا بالأجواء بس على قليل لتنعرف شو تعشايته وقتا يعني لك هو بيحب الديليفري ديليفري هو صار بده يأكل هابيرجر وتشيز بيرجر قلت له لك يا شيخ سعد عندي شوية فراكي عندي شوية فريكي أعلى فراكي وشوية لطفة لوبيا بزيتي هكي مقطو فن أطفة الموسي قال لي لأ أني يعني أسيسا عم بيعمل دايت وبدايت وبدو شو وكذا أنه لمهو جاي عمله تشيز بيرجر هابيرجر فليكن خلاصة هذا العبر طلبنا له ديليفري شرف ديليفري وقدرها أكل بأكل ساعتان وربع ساعتان ونص على مغاظر أكل بأكل وانتهى الاجتباع ما صار فيه محادثات وقتا بأول جلسة يعني لأ حكينا بالعناوين بالعناوين حكينا أنه أجمعنا على أنه الثقة متبادلة أجمعنا على أنه النوايا الصافية اللي مصلحة هذا البلد أولا وأخير بس كمان تاني يوم دولة الرئيس تعشيته هل اقتصرت لقاءاتكم بتاني يوم على العشاء بس ولا صار فيه كمان شوية محادثات لأ أنت السادق تاني يوم بتعشينيش تاني يوم بأني سبقت علالة الشخصة وقلت له قلت له بكتجي لعندي بتعيش لأنه هذا الوقت كله عبره على الأكل قال لي طيب هلأ يعني خلاصة هذا الأمر قلت له ما فيكش تعتبره عشاء هو يعني لأمشنا لأمش منها تشغلي منها تشغلي وبيخفش عندك وعن الجمهور وعن الشعب قلت له أكلنا شوية دسار وأكلنا شوية فواكي مثل الحواظر وكذا وطلع على باله يشرب قهو اللي أنه فلاقه قهوة قهوة هلأ صار في شوية خلاف على الأمريكان كافي وعلى التاركش كافي أنه دولة الرئيس عشو رجعت واتفقته على أي نوع قهوة بينك وبينه ولا ما اتفقته لأ اتفقنا على القهوة هو طلب فجانه وأني طلبت فجاني وعم يشرب فجانه وهو بيشرب واك على مهله ددفي ددفي ما هو رايق تنش شخص عاد يعني عم يشربوا على ندفي على مهله واك للفجان وفجأة وعم بيطب الفجان ويحطوا هيك طلعت فيها هيك أنا شفت الفجان كله خرايط بخرايط بقلبه قلت له بس يا شخص عاد طول بالك هاذا الفجان بدي يقرأ لك هيا وأني بقرأ الممح وكل الناس بتعرف أنه نبه بري بيقرأ الممح سواء بالجنوب وبيخر الجنوب دبيت الرئيس يعني كملتوها لتبصير يعني بفهم من كلامك يعني إذا بدك تقول هايكي إذا بترين إنت بتحورش كلامي على أنه تبصير هو نوع من الرؤية للمستقبل في سبيل مصلحة هذا البلد لكل أبناء طب حطنا بالأجواء أكتر شو صار بالفنجان يعني بالتفاصيل أنتوا عم بتحكوا عنهم كما اشتلك الفنجان كام شي هك بإيدي وطلعت لتقول لك يا شخص عبد في طريق واحد لقلك أفيش غيره هيا محطوطة مرسومة من الفنجان طريق نغري هايك بدر رايح نغري نغري وراجع بكوها هايكي مثل التسعة يعني هي وفي حد منها هايكي طريق كمان هايكي وحدة واحد مثل كانوا واحد وإيه يعني هذي تسعة عشر يعني تسعة عشر قلتلو هذي التسعة عشر هياها مرسومة يرسم من فنجانك قامت ناوط هو هايكي من فق الفنجان قال لي بس بنفس الوقت أني يا أبو مصطفى بقى احترامي إليك أنه قلت الرئيس بأنك تقرأ في عدي شايف طاولة وعواليها نسقين قلتلو إذا كانت هذي طاولة الحوار هذي بجبدي هلأ وإذا كانت طاولة التشاور هذي هلأ ما نفعتش قال لي لأ رجعت ناوط هو وطلع أبز عينه من فق الفنجان وقال لي هذي طاولة طويلة مطولة هكي بتطل طل 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 وإيه عند عواليها ثلاث أربع أشخاص على جنبة اختصرت له إياها ما بدي قدوا أنت عندك طريق وانت عندك طريقا قلت له تعريخنا أدوبية وصلنا على التسعة تعتاش حداعش وعلى المحكم الدولي هلأ دايبي يا أبو مصطفى دايبي يا أبو مصطفى أهلا وسألافك يا شخص عد قلت له أبصم يا شخص عد قال لي أبصمش لك أبصم يا شخص عد الكف اللي هيدا الفتجين قال لي أبصمش ما برض ببصم تبصم أبو بصمش بتبصم أبو بصمش شو السؤال شو الغاية من أنك أنا بدكش تبصم قال لي بدي راجع حلفائي قل له إيه حلفائك على الراس والعين فيك تراجعه وأني كمان بالدوري بدي راجع حلفائي مش مع أنه أنا عارف شو بدي قال لي بس مرة تسمح لي فيدي أخد هالفتجين مع عائلة فرجيلة حلفائي بالعين المجرد بالعين ليشوفوا الخريطة مثل ما هي بحطوطة بالفتجين قلت له لأ هيكي بحزرتش أفينيش أعطيك الفتجين يا شخص عاد يعني مش رحز عندك فتجين بس أنه هذا الفتجين بالذات اللي فيه الخريط أفينيش أعطيكيه إذا ولكنه للمد بعطيك عنه فتوكوب بتاخد فتوكوب لأنه هذا الفتجين إنت يا شخص عاد انشارب عندي هان بيعاني التنى يبقى بيعاني التنى واللي بدو شوف هذا الخريط وبدو شوف هذه الترقات بدو يجي على العالي التنى بشوف كل شيء قدامه يعني دولة الرئيس نفهم من كلامك أنه في بعض شوية أمور عالقة بعد ما مش الحال ولكن شو بتوعد الشعب اللبناني اللي عم بيحضرنا هلأ يعني شو بتقوله بتتوجه له شي هيكي بالختام أول شيء بواجهه له التحية متل ما كنت هالناس بتواجه تحييات تانياً يعني نحنا أمام مستحقات كبيرة ونحنا بنتمنى أنه الوفاء والثقة يعبوا المجلس ومرات المجلس والشعب اللبناني بكل قطيفهم يعني لحد الآن لحد الآن أني اللي بقوله أنه لازم الناس ترجع تتقالف وتتاخذ مع بعضها ويفتح قلوبهم لبعضهم وإن شاء الله تبنيات المجلس يرجع ينعق عن هذا المجلس بوقته هلأ قامت وقته أبعرفش سوناً أور ليتر لازم يرجع ينعق عن هذا المجلس وبحب طب من كل الشعب اللبناني أنه طالما نمهبر هو رئيس المجلس النيابي يحطوا إجناهن وإناهن باي باردي وللشيخ سعد بالذات بيقوله خلي سلملي ع حلفقه وخلي يسأل بجرب ولد باك وبعلى شي هالبرة يسأل الحكام وتاني كيوفاري بعطش